اهلا بكم مشاهدين مرة تانية ودلوقتي معت فقرتنا مع البورصة بس قبل ما نتكلم عن البورصة بنقول لكم اللي فتته فقرة أو عايز يشوف اي فقرة في اليوم ممكن نشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة وبدل العين رقم 3 باللغة الانجليزية وممكن تتواصلوا معنا على تويتر أو على فيسبوك نهارك سعيد فقرتنا دلوقتي عن البورصة زي ما احنا تعودنا دايما كل يوم حد وكل يوم خميس في بداية الاسبوع وفي اخر الاسبوع بنشوف ايه اللي حصل في يوم الحد في بداية الاسبوع وفي يوم الخميس بنتكلم عن الحصد يكون مشرفنا استاذ ايهاب سعيد خبير الاوراق المالية نتكلم معاه بالتفصيل عن بداية اسبوع جديد واسبوع منقضية نتكلم معاه عن اهم التفاصيل صباح الخير يا سوزيان صباح النور يا فتن في البداية عايزين نتكلم نقول الاسبوع اللي فات الاقفال تم على ايه ويمكن ايجي اكترتي دايما عليه العين وكانت اخر الاخبار انه صفقة مبنيين ماش عارف انا وصلت لغاية فين فعايزين نقول ايه اخر اخبار الاسبوع اللي فات حصل في ايه بسم الله الرحمن الرحيم الاسبوع اللي فات طبعا كان ايجابي خاصة في النص الاولاني منه ويمكن مع حتى لحد جلسة الاربع وصلنا في اي جي اكس تلاتين تحديدا باعتباره هو مؤشر السور الرئيسي لاعلى مستوى من شهر سبعة الفين وحداشر اللي هو عند خمس تلاف ربعمية تلاتة وسبعين نقطة يمكن ما قدرناش نسبة فوق المستوى ده لانه يعتبر اقرب مستوى لمستوى الـ 5600 او تحديدا يعني 5666 نقطة بعد ثورة خمسة عشرين يناير احنا نزلنا لحد مستوى الاربعة الضوانيا بعد ثورة مباشرة وبعدين عاودنا الارتفاع لحد مستوى الـ 5600 وده كان اعلى مستوى لنا نحقق بعد ثورة خمسة عشرين يناير وبعد كده تراجعنا لحد مستوى التلات الاف احنا النهاردة بنعاود الارتداد وبنقرب من مستوى خمسة ستومية اللي هو بيعد زي ما قلنا اعلى مستوى من بعد ثورة خمسة وعشرين يناير عشان كده كان من المتوقع ان احنا هنشوف عنده بعض عمليات جاني الارباح زي ما شفنا في جلسة الاربعة والخميس واتوقع برضو ان هي ممكن قد تستمر شوية في الاسبوع ده حتى لو يعني امتصناها بجلسة النهاردة وعودنا الارتداد مرة تانية مازلنا برضو بننصح بان قرب الخمسة ستومية لازم المستثمر القصير الاجل بالذات يعمل عمليات جاني ارباح ومع التراجع اللي ممكن يحصل ممكن بقى المستثمر المتوسط الاجل يستغل التراجع ده في عمليات الشراء والاحتفاظ لفترة طويلة شوية الاجي اكس 70 كان اداءه الى حد ما بجلسة الخميس يعد اقل شوية من الاجي اكس 30 تراجع بشكل حد الحقيقة حوالي اتنين ونصف في المية عنده مستوى الخمسمية وعشرة يعني لان نتوقع انه ممكن يمسك نفسه عليه شوية ويعود لارتداد مرة تانية يعني برضو لو قرب من الخمسمية وتلاتين برضو تستغل الارتداد ده في عمليات جاني الارباح انتظارا لوضوح الرؤية بشكل افضل مع نهاية الاسبوع وبالنسبة الاجي اكس 20 محدد الاوزان يعني الاجي اكس 20 تقريبا هو هو نفس موضوع الاجي اكس 30 ما يختلفش كتير ويمكن كمان الاجي اكس 20 مش يعني مش متابع قوي من قبل المستثمرين هو المتابع بشكل الرئيسي هو الاجي اكس 30 لانه هو ده يعني اللي بيبقى العين عليه كلها ما بين مستثمر مصري او اجنبي او عربي حتى طيب في تقرير عن التقرير البنك المركزي بيقول انه انخفض حجم انتاج الاسمنت بنوعي الرمادي والابيض بنسبة حوالي 17 و 13 من 10 في المية خلال شهر نوفمبر اللي فات بالمقارنة باكتوبر اللي قابليه وانخفضت في حجم التسليمات المحلية بمعدل 21 و 4 من 10 في المية والتقرير برضو اشار الى انخفاض اجمالي انتاج خامل حديد بنسبة 13 3 من 10 في المية خلال شهر ديسمبر 2011 مدى تأثير الاخبار دي والارقام دي على مؤشرات البورصة اخبار كلها متأخرة تماما بمعنى ان البورصة دائما ما بتسبق تلك الاخبار بانها بترتفع دايما بنقول ان البورصة احد المؤشرات عن الاقتصاد ده تحصيل حاصل بالزبط كده مش المؤشرات اللي بتشير الى حالة الاقتصاد لا هي بتسبق الاقتصاد من 3 الى 6 شهور وبالتالي اي اخبار من هذا النوع بتبقى دائما مستوعبة في حركة السعر احنا شفنا الاسعار بتوصل لأدنى مستوى لها من 3 سنين عند مستوى 3600 نقطة فكان كل الاخبار دي السوق استوعبها قبل ما تظهر مع الصعود اللي احنا بنحققه دلوقتي كل بقى الاخبار السلبية دي بتبتدي تظهر لانها كانت معروفة للكفة من قبل الاسعار ما تحقق الارتفاعات دي فعشان كده انا شايفها يعني كل الاخبار اللي من هذا النوع لن تؤثر فيه حركة الاسعار بقدر ما يؤثر الارتفاع الكبير اللي احنا شفناه واحتمالية عمليات جاني الارباح اللي احنا قلناه وايه قص التراجع ايرادات خناة السويس 1% على مدار الـ 12 شهر بالرغم انه التعريفة ارتفعت من قرية يمكن علشان التعريفة ارتفعت ممكن تقل الاردات لكن هي المشكلة برضو زي ما قلت حياتك كل الاخبار دي بالنسبة لتأثيرها على سوء الاوراق المالية كلها تم امتصاصها واسوأ منها كمان انخفاض الاحتياط النقدي لحد 16 مليون دولار 16 مليار عفوا دولار ده كان متوقع من سوء الاوراق المالية حتى وهو عند لما كان الاحتياطي عند الـ 24 مليار دولار كان من المتوقع ان هو هيظل يتراجع لحد ما يوصل للمستويات اللي احنا فيها دي حتى سعر العملة سعر الجنيه اصاد الدولار او اصاد اليورو او اصاد كافة العملات برضو كان من المتوقع ان هو هيتراجع وكأمر طبيعي كان من الطبيعي ان البورسة هتعاود التراجع او هتواصل التراجع للمستويات اللي احنا قلنا عليها عند الـ 3600 نقط طب هو السؤال ده دايما يعني دايما بنتطمن عليها زي ما بيحب نتطمن على السياحة السياحة برضو اخبرها احنا قطاع السياحة عندنا في البورسة الحقيقة مش بالشكل الكبير اللي نقدر نقيس عليه قطاع السياحة في الاقتصاد الحقيقي يعني حجم اسهم القطاع السياحة عندنا مش بالحجم الكبير اللي نقدر نعتبرها مؤشر على قطاع السياحة الحقيقي لكنها بلا شك بتتأثر طبعا مع اي تأصل القطاع في الاقتصاد الحقيقي لكن برضو تأثيرها بالاسهم القيادية او تأثيرها بحالة السوق بشكل عام بيكون دايما اكبر السياحة حتى الآن زي ما هيك عارف في الاقتصاد الحقيقي لم تحقق أي معدلات نموه ويمكن لسا دلوقتي بنحاول على 2013 يعني حتى خبراء السياحة قالوا أن الموسم ده بالنسبة لهم خلاص أصبح مقتول حتى موسم الشتاء في 2012 فهما بيفكروا في 2013 أعتقد أن ده ممكن الأسهم اللي عندنا في البورصة تبدأ تستوعبه مع النص التاني من هذا العام على اعتبار أن هي بتسبق زي ما قلنا من 3 إلى 6 شهور حالة الاقتصاد الحقيقي لكن زي ما قلت برضو أسهم قطاع السياحة في البورصة مش كبيرة قوي علشان نقدر نعتبرها كمؤشر على هذا القطاع زي وزي قطاع الأدوية مثلا ما عندناش قطاع أدوية كبيرة قوي نقدر نقيس عليه قطاع ده شكل قطاع الأدوية عتقد فيه مشاكل أن الأدوية أصارها كلها ارتفعت بالضبط لكن كأسهم في شركات مدرجة في البورصة مش حجمها كبير قوي إن احنا نقدر نعتبرها مؤشر على مش زي قطاع العقارات قطاع العقارات عندنا شركات كبرى لسه هنيجي لقطاع العقارات احنا عايزين نسأل على العقارات وعايزين نسأل على الكتروي نبتلي بإيه الأول؟ بالعقارات ماشي زي ما زكرنا البورصة في مصر عندنا مدرك فيها شركات في قطاع العقاري من أكبر الشركات في مصر لم تكن الأكبر يعني عندنا مدينة ناصر مصر جديدة طلعت مصطفى كل دي شركات كبرى وبالتالي حركة أسعار الأسهم في قطاع العقارات بتعبر عن ما يحدث في الإقتصاد الحقيقي يمكن الأبرز أو القطاع الأبرز اللي نشط البورصة خلال الشهر الماضي هو كان قطاع العقارات وهل نقدر نعتبر ده نجاح جزء لحكومة الجنزوري؟ ده أنا شايفه ده نجاح كبير طبعا طبعا ما فيش شك يعني الحكومة الجنزوري أول ما جات أقرت أو مش عايز أقول أقرت لكنها تبنت فكرة التصالح مع رجال أعمال ودي ممكن أنا شخصيا كنت بنادي بهذه الفكرة من زمان قوي إن الحل في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هو التصالح مع رجال أعمال الشرفاء طبعا إحنا بنتكلم على رجال أعمال اللي هم قد يكونوا دخلوا فيه مشاكل مع النظام السابق دون إرادتهم كان النظام كده فبالتالي هم دخلوا في هذه المشاكل دون إرادتهم فإحنا بنقول إن التصالح مع هؤلاء الرجال الأعمال والشركات زي ما شفنا مع دماكن العقارية مثلا شركات كتيرة بدأت الحكومة تتخذ تجاه التصالح معهم علشان تحل المشاكل وبالتالي تسهل لهم العملية بس يمكن فيه تعليقات وعلامات استفهام كثيرة يمكن من أهمها قدير الشركة المصرية الكويتية وإنه هما الأول وعدوا بدفع 81 مليار وبعد كده تم تغفيد الموضوع ل7 مليار دولار وفيه كلام كثير جدا على إنه في حقوق بتهدر بس دي هتبقى حالة استثنائية لكن خلينا نبص للإطار العام الإطار العام كفكرة هي الفكرة مش في الحالة هي الفكرة مش في الحالة هي الفكرة في التعامل نفسه إنه التعويض ينزل من 81 مليار جنيه ينزل ل7 مليار دولار يعني ما يوازي حوالي 42 مليون زي موضوع حق لو بصيت على الحالات الأخرى هتلاقيها فير جدا سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة للحكومة لكن هي دي حالة عشان المصرية الكويتية كانت عندها موضوع كبير قوي وحجم أقراضي كبير جدا اتاخد بأسعار متدنية جدا فيمكن دي حالة استثنائية فمش عايزين نقيس عليها الأمر برمته خلينا ناخد الوضع ده كجزء استثنائي التقييم الحصر خلينا نتكلم على الشركات اللي رجعت بقى للحكومة زي مثلا عمر أفندي وبيقال إنه لا يتم تمويل هذه الشركات يعني مجلس الوزراء رفض إنه يمول الشركات دي لإنه شايف إنه يعني مش مجدية ده حقه يعني الموضوع ده يطول شرحه أو الحقيقة موضوع مسألة الشركات اللي رجعت لكنها بشكل عام أي شركات أو أي قرار من القضاء الإداري بيصدر أو أي حكم بيصدر بيصدر إلى إلغاء القرار وما يترطب عليه من أثار يعني إلغاء قرار البيع وما يترطب عليه من أثار ما هو الترطب عليه من أثار ده الترطب عليه من أثار مثلا تسريح جزء كبير من العمال العمالة دي ترجع ترجع وترد مكافآتها اللي خدتها على نهاية الخدمة وبالتالي لما العمالة بترجع عمالة ممكن تكون مشت من زي النيل لحالج الأقطار مثلا الشركة تخصخصت في 98 يعني من 14 سنة فلما يعني ممكن يكون فيه عمالة كانت موجودة يعني توفاها الله بعد كده فالناس دي ترجع لما كانت عليه الوضع دي مسألة مش سهلة زائد ان فيه ناس باعت لناس وناس اشترت من ناس واسهم تداولت كل دي مسألة مش بالبساطة دي ولذلك لما اعادت الحكومة او لما اعادت الحكم الشركات دي للحكومة الحكومة اضطرت تطعن على هذه الاحكام لانها مش في حمل ان هي تاخد عجز زيادة في الموازنة على اساس ان هي تضطر تمول هذه الشركات وتدفع مرتبات للعمالة اللي موجودة حاليا وكمان اللي كانت موجودة في السبب انه كده ده بتسبب في خسارة مضعفة خسارة مضعفة للحكومة والحكومة مش في حمل ده وهي عندها عجز في الموازنة كبير جدا خلينا نروح لملف تاني وهو ملف البترول ومشتقاته ومنتجاته وقيد تأثير تفجير خط الغاز مرة 13 على قطاع البترول وقسهمه خصوصا انه ده بيسبب مشاكل وانه القردن ما لحقتش يوصل لها الغاز وتقطع فاحنا قطاع البترول للدنيا ماشية فيه ازاي مسألة التلتاشر مرة دي الحقيقة هي اللي بتطرح تساؤل كبير قوي يعني هي المرة الاولى ممكن نقول ماشي التانية ماشي التالتة الرابعة الخمسة لكن مش معقولة تبقى تلتاشر مرة يتفجر خط الغاز ده احنا لو هنوقف عسكاري كل متر يعني المسألة ده والمفاجأة ان هما حفروا يعني هما بيخفروا مسافة كويسة يعني يخدوا مش اقل من ساعة عشان يعملوا كده ويسببتوا متفجراتهم ده المرة التلتاشر يعني حتى ده عاملة زي النكت اللي كنا بنقولها زماني يعني فمسألة يعني الحقيقة صعبة قوي اما تأثيرها على البورصة فطبعا زي ما قلت حقيقة يعني البورصة خلاص استوعبت كل كل كلام تلتاشر مرة يعني ممكن تأثر اول مرة تاني مرة تالت مرة لكن خلاص تلتاشر مرة عرفنا اللي فيها زي ما بيقولوا هيتصلح التفجير والخطة حيرجع يشتغل تاني طو اخبار ده على قطاع البترول ايه يعني لم يؤثر على الاطلاق يعني هو زي ما برضو عندنا قطاع البترول مش كبير قوي لكن هو برضو لم يتأثر بل بالعكس ده بعض الاسهم اللي في القطاع ده يمكن بتحقق مستويات سعرية جديدة زي ما قلت حقيقة الموضوع ما بقاش يأثر لتيجي تحدوثه اكتر من مرة في اقل من سنة تلتاشر مرة بصراحة يعني التساؤل بيطرح نفسه مش معقولة الحكومة مش قادرة تحمي خط الغاز للمرة التلتاشر على التوالي طيب مفروض انه اول جلسة لبورسة الاسبوع ده تبتدي كمان خمس دقايق ده اتعاشرة ونص إلا خمسة ويمكن خبر الموسم طبعا والخبر اللي الناس كلها تتكلم عنه من مبارح نحن عايشنا ابتدينا نعيش ايام مشهولة لانه تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية مبارح التأثير ده ممكن يبقى ايه على البرصة في الاسبوع اللي جاي وتوقعت حضرتك للبرصة في اطار ده وغيره من العوامل التأثير معتقدش هيكون ليه تأثير كبير لانه هو كان معروف من فترة ان الباب الترشح هيفتح يوم السبت الماضي فبالتالي تأثير ده برضو تم امتصاصه في حركة الاسعار مش هيبقى ليه تأثير كبير اوي ممكن يبقى ليه تأثير تفاؤلي على الاجل القصير اوي لكن زي ما قلنا اقتربنا من مقاومة رئيسي اللي هو اعلى مستوى شو انا يعني بسميها برصة ما قبل الصورة برصة ما بعد الصورة برصة ما قبل الصورة اعلى مستوى فيها كان 12000 وبرصة ما بعد الصورة اعلى مستوى فيها كان 5666 فبالتالي لازم لما هنقرب من المستوى اللي هو بيعد اعلى مستوى بعد صورة 25 يناير ان احنا هنواجه هنواجه ضغوط باعية و Hanواجه عمالية جانية ارباح فحتى لو وصلنا لهذا المستوى خلال الاسبوع ده بسبب التفاؤل بهذا الامر هيبقى برضو في عمليات جاني أرباح لازم حتظهر قرب المستوى دا طب الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة حتى هذه اللحظة وإحنا طبعا النهاردة هيتم منقشد في البرلمان قضية التمويل الأجنبي وبكرة هيبقى بيان الحكومة قدام مجلس الشعب هدك شايف دول ممكن يبقى مؤثرين إزاي في إطار الإجراءات اللي الحكومة هتعلنها إنها عملت قد كذا وتهتطلع أرقام بكرة ده ممكن يبقى مؤثر إزاي في الإسبوع اللي جاي للبرصة لأنه أكيد هده يبقى مؤثر إن الحكومة هتعلن بيانها يعني حتى لو ده حصل زي ما قلت حياتك ممكن التفاؤل النسبي أو القصير ده يكون على الأجل القصير إنه نرتفع نحاول نوصل لمستوى الخمسة ستومية خمسة سبعمية على أقصى تقدير لكن في جميع الأحوال لازم هنتعرض على الأجل القصير السوق طالع متواصل من تلت تلاف وستومية إلى خمس تلاف وستومية يعني حوالي ألفين نقطة في شهرين فهناك من حققوا أرباح كبيرة جدا بالذات اللي دخل عند تلت تلاف وستومية لكن طبعا المساسمر القديم اللي هو عنده أسعار من زمان لما الغالبية العظمى من السوق طبعا دول ما زالوا أسعارهم بعيدة تمام لكن القصير الأجل هو اللي قدر يحقق أرباح على الأجل القصير وكون السوق ممكن يتعرض لعمليات جانية أرباح على الأجل القصير ده لا يعني إنه هو حينزل مش هيطلع تاني بل بالعكس ده أنا شايف أن دي فترة ممكن تستغل لللي لم يستفيد من الطلوع الكبير اللي فات إنه يشتري في المناطق دي في أي عمليات جانية أرباح يستغلها في شراء ولا احتفاظ على الأجل المتوسط أنا سألت السؤال ده لسبب مهم لأنه في كلام كثير يعني إنه حزب الأغلبية في تجاه إنه هو يسحب الثقة من الحكومة بعد ما يشوف النهاردة إيه اللي حصل في قضية التمويل الأجنبي ومين عمل إيه ومين سوى إيه لكن في مسئولية بشكل نهائي أكيد على السلطة التنفيذية على الأقل على وزير العادل لإنه إزاي يعني التحقيقاتها تثبت إنه إزاي تم ذلك فهنا بنتكلم إنه فيه اتجاه لده ويتم الكلام عنه كثيرا وأحيانا بتبقى يعني إيه الإشعاعات أو الأقاويل أو الترددات اللي على ألسنة القيادين في الأهزاب بتبقى مقدمات فلو تم ترح السيقة من الحكومة هيبقى إيه الوضع وممكن يأثر زي على الجورس لا ده تأثيره هيبقى سلبي جدا يعني ده ممكن يزيد بقى بالفعل من عملية جاني أرباح لكن خلينا نقول إن ده برضو مسألة سابقة لقوانها يعني بلاش نستبق الأحداث علشان الناس مت نحاول أن نتبين بس يعني الطريق يعني لو ده حصل لا حصل طبعا هيبقى سلبي ما في الشكة هيبقى سلبي مش على البرصة بس على الاقتصاد بشكل عام كله يعني يمكن الحكومة بتاعت المظاهرات الفئوية فقط لغير وحكومة تانية بتحاول تشتغل وتحسن من الوضع الاقتصادي والأمني فيعني أعتقد إن لو ده حصل وفي هذا التوقيت حتمة مشكلة كبيرة جدا مش بس على البرصة على الاقتصاد المصري بشكل عام شكرا أستاذ يهب سعيد خبير على أوراق المالية نتمنى إنه اقتصادنا يقف على رجلية وبرصتنا تبقى قادرة شكرا لك فن مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا لسه معنا فقرة واحدة بعد الفاصل انتظرونا